حكاية اللي جاية احنا داخلين على رمضان وايام مفترجة وفي الايام ديت بدعو حضراتكو ان انتو تدعو بالشفاء لزاملنا المزيع الجميل شريف مدكور شريف مدكور اعلن من ايام ان هو عنده ورم في معدته وطلب من الناس كلها انها تدعي له انا اعرف شريف من سنين طويلة وشريف اخ صغير يعني تحترمه لانه من الناس اللي اشتغلوها من تحت سفة راب يعني يعني تعب وخدها من تحت والشاب ده تم التنمر به والسخرية منه ورغم هذا كان دائما شريف يرد عن الناس كلها بابتسامة جميلة وبهدوء شديد انا وكل فريق البرنامج بنتمنى لزاملنا شريف مدكور الصحة والعافية ونفسنا فعلا انه يرجع لنا مرة تانية هو شخص مبهج هو شخص جميل شخص طيب غير كده انا معرفش يعني اما كنا بنطلع زمان كانوا كنا في استوديو تاني وكنا نبقى قريبين منه هو كان يبقى خارج معايا يهتم انه يجري يسلم عليك ويتطمن ويقولك انا بتفرج عليك وانا مهتم اتعلم ومهتم بانى نفسه بنفسه شريف مدكور فانا بقول انه احنا ندعيله كلنا جايز حد فينا يكون من الصالحين ويقدر يساعده في محنته اللي هو فيها شريف مزيع جميل ان شاء الله ربنا ما يحكم على حد ولا على يعني حد من قريبين منك انه يبقى عنده هذا المرض الخبيث ان شاء الله يعني خف شريف ويرجع لنا مرة تانية ربنا معاه ويساعده في اللي هو فيه طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة